لطالما أنجبت مدينة صفرو العديد من النجوم والمواهب في كل الميادين يترعرعون في أحضانها فمنهم من يدخل الشهرة من بابها الواسع ومنهم من يجد نفسه يبدع لنفسه وعائلته وأصدقائه فيدفن وتدفن معه موهبته نحن كصفرو بريس قررنا وابتداء من الآن أن نبحث عن المواهب الصفروية في كل المجالات ونفعل كل ما بوسعنا كي نظهرها للوجود نرجو أن تساعدنا بتفاعلكم فبدونكم لن تنجح مهمتنا ضيفتنا لهذه الحلقة أي الخنبر وعلى حد قول أبيها فهي أصغر مؤلفة في العالم لن أطيل عليكم سأترككم لتتعرفوا عليها بنفسكم يعيش الطفل فوزي في أسرة فقيرة تتكون من الأبن سعود والأم فاطمة بالإضافة إلى أخويه عادل وسمير في منزل صغير يقع بين المدينة والقرية اسمي أي خنبر أدرس بالمستوى الرابع ابتدائي بمدينة صفرو بالضبط في مدرسة سيد أحمد تدلي ألفت قصة بعنوان مغامرات فوزي تحت إشراف الأستاذة ليلى الليمامي ألفت هذه القصة في السنة الماضية بالضبط في شهر أبريل قبل أن ألف القصة ديالي قرأت عدة قصص وروايات من بينهم الخيميائي لباولو كويلو والشاعر مصطفى لطفي المنفلطي وكتاب كليلا وديمناء للفيلسوف الهندي الأعمال الجديدة ديالي هو الآن قد ندير قصة هي الجزء الثاني ديالي قصة ديالي اللي هي مغامرات فوزي وقريباً قد تخرج من هذا المنبر كان بغين شكر الأستاذ ديالي ليلى الليمامي وكان شكر خصوصاً المكتبة الوطنية بزاف بمدينة الرئيسة الرسالة اللي كان بغين وجهها الأطفال وهو أنهم يقرأوا لأن القراءة فيها استفادة وغداء للعقل وما يتبعوش بزاف تلفزيون ولا الألعاب اشتركوا في القناة